خمس ملفات ناقشها مؤتمر منظمة الفاول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي عقد في بغداد في المياه والأغذية والزراعة والتصحر فضلا عن التغيرات المناخية بمشاركة 33 دولة على مستوى وزراء ومنظمات ووكالات معنية استضافة العراق لهذا المؤتمر انتلاق جديد ونقطة التقاء إقليمية هذه المرة نقطة التقاء نحو العمل المشترك من أجل الاهتمام بالزراعة والبيئة وتطوير كفاءات المزارعين والمناطق الريفية المحلية والعمل على إيجاد الفرص العمل مرة أخرى داخل المناطق الريفية بالتعاون مع كافة المسؤولين من المنظمات المعنية الدولية المؤتمر كان فرصة للعراق لتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الدول المجاورة فيما يخص الزراعة والتنمية ولجلب أنظار العالم إلى أهمية العراق وضرورة التعاون معه في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي عندنا اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ومع سوريا وتستمر هذه الاتفاقيات بين البلدان قسم من عدة عندنا اتفاقيات معهم قديمة يعني الوردن مثلا عندنا موجود اتفاقيتين قديمة معهم ولم يخل المؤتمر من التركيز على تحسين التغذية وبناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود ومعالجة آثار أزمة المناخ فضلا عن مناقشة الأزمة المائية بين العراق والدول المتشاطئة معه نأمل أن تكون هناك تفاوضات مهمة جدا ما بين الجانب السوري والجانب الإيراني والجانب التركي في مسألة ملف المياه والوصول إلى رؤى استراتيجية لإيصال إيرادات العراق التي هي مستحقة للعراق ضمن هذه الأمم واختتم المؤتمر بدورته السادسة والثلاثين الذي وصف بالناجح بعد توصيات أهمها التعاون لإنجاز ملفات متعددة تتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والمياهي والتصحر محمد فاضل الغد بغداد